فمرة بعتوا جواسيس وخدام يقبضوا عليه الكلام ده في يوحن السبع فراحوا لقيوا قاعد بيتكلم قاعدوا يسمعوه يسمعوا 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 وبعدين خدوا بعضهم ورجعوا ونسيوا هم كانوا جايين ليه فلما رجعوا من غيره قالوا لهم فينه لماذا لم تأتوا به افتكروا اه صح ده احنا كان المفروض ان احنا نجيبه فردوا عليهم رد جميل قالوا لم يتكلم انسان قط مثل هذا الانسان ابتدوا يرجعوا هو احنا اللي جرلنا لما رحنا احنا سوبينا بقوة حجته ومنطقه على فكرة المسيح ما كانش بقول شعر المسيح ما كانش بيزجع الكلام المسيح ما كانش بيعمل موسيقى في الاحاديث كان لحنه العظيم هو قوة المنطق هو احترام عقل الانسان انا اذا علني جدا ان واحد عايز يسوق لي بضاع عايز يبيع لي حاجة فيجملها لي وبعدين الاقيها من جوة قش ليه كلنا بنزعل من الصيني والمضروب والتيواني لانه الشكل بيبع حلو وبعدين من جوة مفيش انا تصعب علي كرمتي ويصعب علي عقلي قوي لو ان واحد عادي يجمل لي في كلام وبعدين اكتشف ان الكلام ده ما يحويش حق ايه المقلب اللي خدته ده ايه قيمة كلام جميل ومنمق وحلو وبعدين ما لقيش حاجة تتمسك فيه المسيح بقى كان عكس كده خالص اهو ده من اللي انت خد من ده بقى انا قلت و بما انه اذا ما فيش تجميل ما فيش شعر ما فيش سجع ما فيش موسيقى في الكلام لكن فيه منطق في احترام لعقلي في تقدير لكرمتي الانسانية مش لعب على غرائزي مش لعب على وطر انفعالاتي برنين لكن واحد بيحترم كرمتي وبيحترم عقلي وبيقنعني حجة ورا حجة ويبني حجة على حجة لغاية ما يخلص بكونكلوجن بخلاصة تخلي القدام وما قداموش حل من اتنين يا يقتنع يا يرفع سيف ما فيش حل تاني يا اما يسلم ويسجد ويقر اما انه يهيج ويرفع الحجار فردي على سؤالك هل كانوا الناس بيستقبلوا اه كان بيستقبلوا بس مين اللي استقبلوا بقى افحص الكتاب جيدا ليس المثقفين لكن المخلصين الاخلاص يحدد من العقل ويجعله حادا الاخلاص ينقي السريرة والطوية فيجعل العقل صافيا يستطيع ان يستقبل الحق اكتر شيء يعمي العقل عن استقبال الحق هي الخطيئة عدم الاخلاص الغرائز والشهوات لما بتكون عايز تعيش في خطيطك انت تحب تطف النور لازم تطف النور والنور يزعجك ولو حاول يخترقك تحاول انك تبعد لكن لو انت مخلص ومشتاء على النور بسرعة شديدة تميز الحق وتعرف فهل الناس كانت بتستقبلوا نعم بس مين اللي بيستقبلوا المخلصون لانه دولة بيبعا لهم نظيف وشفاف ويقدر بسرعة يلقط القوة والحجة المنطقية طيب دكتور عايزة ننزل لأرض الواقع شوية طيب داري الناس احتارت ومش نفعها انها تفكر وتشاغل مخها وتطلع فاستسهلت انها تدور وتسأل نعمل ايه فانا عايزة اعرف ايه بيوذهب ايه او ايه بيودي ايه ولما تحط في الموقف ده والخطيئة دي اقدر اتعمل فيها ازاي وابتدوا يدوروا على مصادر انه قلولنا فابتدوا واحدة بواحدة العقل يغيب والمنطق يغيب وهو ده اللي حاصل لو احنا حبنا نبقى بوسطة وواضحين نعمل ايه انا زمان سميت التفكير المهمة المستثقلة والنعمة المنسية نعمة التفكير الناس يعني ابأس انواع الكسل هو الكسل الفكري اماريان واحنا كلنا يتيلم اتفقين ان الكسلان ما بيعرفش يعيش مظبوط وبنشجع الناس على الاكتهاد انا بقول صح بس اهم انواع الاكتهاد هي الاكتهاد الفكري شغل عقلك وإلا هتضيع نفسك اذا ما ارهقتش نفسك وزي ما انت قلت بقى كلمة مهمة قوي وده اللي حاصل في مجتمعات الدينية بص بقى انا مش عايز واجع دماغ انتو فكروا لنا واحنا هنمشي وراكم يا رجال الدين هنحترمكم وهنكرمكم وهنعليكم ونلبسكم اللي انتو عايزين تلبسوه ونديكم اللي عايزين تاخدوه بس اعملوا معروف فكروا لنا وقولوا واحنا نمشي وراكم ريحونا بقى من الحاجة السخيفة دي اللي اسمها تشغيل المخ والتفكير وتكون النتيجة الهلاك الابدي بص في آية مهمة ربنا قال زمان لو عاقلوا لفطنوا وتأملوا آخرتهم لكنهم كفوا عن التفكير فلم يفطنوا ونتيجة هذا هو الهلاك